الله يعين اللبنان بجد الله من عنده يعطيه العون بلا معنا فوق هموم ومطلوب منه يكون محلل سيوغرافي خرافة عابر للقارات وكمان بده يفهم شو عم بيصير ببلده مين عم بيبيع الأرض والمي والسروي كرمى المركز ما صحتو كل أمجادو مين مرشح مع شو وكيف الخريطة الانتخابية رح تتوزع وليش السنيورة صار مناضل انتخابي وإذا خطت وزير الكهرباء رح تتطبق وسلعاتها رح تشعشع على الكل هول قصص أكبر منا نحن عالم منروحة تحليل أكبر أنا فوق قوي هي أوكرانيا وبالكاد عرفوا اللبنانية كيف بدون ياخدوا موقف بس إنه ننحط قدام تحديد موقفنا إذا مندعم انفصال دونياتسك ولوغانسك كبير المسحة هاي بشرفكن أدي أخدت معكم وقت لتحفظوا هالاسمين هات لنرجع نعيدون دونياتسك ولوغانسك ساعتقد عرفتوا شو قصدي وإن شاء الله أكون أنا أصلاً عم بالفزن صح لازم نحفظهم بصم حتى نبين قدام الدول إنه من هون بيبدأ الكون يعني بيعز أعلان نتاج الانتخابات الأمريكية كان بالن فيه وقالت تاريخ سبق وقالت حيحكي عمي نحن يلي إيدينا طايلة ولساننا أطول ومنعرف حتى أكتر من بوتن نفسه من بوتن أصلاً وشو قيصر ما قيصر نحن الأصل ونحن بنعطي مال أيصر لأيصر زيحو من الدرب شو بيجي بس الدب الروسي قدام الرعد اللبناني بس يمكن بالمونتاج في بعد مشهد أكثر تعبيراً عن الواقع ولا سيما الانتخابة في سامي فتا الكتايب اللي رح يجيب حواصل بس بيخسر رفاق من النهاردة مفيش أصحاب مليش أحباب إيه هلأ انطلقنا وحمية المعركة نحن هاي دي قوتنا هون كل ما رعا كتافنا ما حداً بيقدر علينا بس إذا سامي اللي جميل طرق سامر سعادي والعين الكتائبية فمين تفوق عليه ومثل ما عمر ديها بحزف كل ألبوماته فجأة عن اليوتيوب إجا الرئيس فؤاد السانيورة وحزف قرار سعد الحريري فإن النضال البولوماني يجب أن يستمر ضد هذا الارتهان للنفوذ الإيراني الهضب يا فؤاد بده يحرر البلد من الإحتلال الإيراني ويرجع السيادة كيف بترجع إذا ما نزلت على الساحة وعلى سنة الله ورسوله أمرين دول واللي عناك السانيورة قفتة بها هو أديب وملحن ومغني وبيعزف على العود وبالسياسة بيعرف شي يعني العسف المنفرد ولما بحلقات سابقة كنا عم نسترجع مقاطع الشعر ما كان هالشي عن عبس الرجل شفاف وحساس ومرهف وبدو مصلحتنا لمن شفتني اتنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع أصدى تشتكي وحمر ورد خدود هو بكي تخجل من غسطي ما قدرت إلا شو بكي من وين بدو يأكلها صدماتها لمعطر الرئيس الحريري ولا من وين مصدومة جد ومش بلطأ ولا عرف أرود هاتلا نفكر فيها برك السانيورة قصدو شريف وعن بيت زاكا ويقوطب على مرشحين أقويق ببيروت مثلا مخزومي بها أو هيك بيقدر يهزم المرشح الطائر رجل الكوكب عمر حرفوش أكيد هاي هي جبناها وناخد لنا شي ألفين صوت زيادة ويدبرك بشي وزارة مدهنة أرار السانيورة متبلور إلا لما نحرفوش فات على الضحية الجنوبية بمسيرة خاصة وأخد صور جوية بتأكد أنه بالضاحية تخيلوا في كنيسة وأنه العالم هونيك مش مخلوقات عجيبة منهم آليينز وكائنات فضائية هيك اختلفت لصة وصار لازم حدا يحط حد لها المهزلة ومين غير أبواء القادر مش هيدا فرع سوريا ياخد عمره أبواء الفؤاد عبد الباصد السانيورة سيد منحكى وبكى وأطرق على صدره الشهيد رفيق الحريري وهو ذاته اللي اتخذ مواقف بعزدين الاحتلال الإسرائيلي على بيروت وقفنا حاجز إسرائيلي هذه أول مرة أنا بحياتي شوف إسرائيل شوف إسرائيل وقفنا حاجز وقفنا قال انت لو أنها رايحت أنا راح نسلنا على بيروت الإنجليزي قال فيه ثلاث عسكرية بتنزلهم بعك قالوا أنا ثلاث عسكرية ما بعرف شو اللي يعني ما تقولوا أعطاني هذه القدرة قالوا أنا بأخذ بس اتنين وبتقولوا ما في نخوة وطنية بكرة هو راح يرجعلنا حدودنا للخط 29 كاملة من دون ما يقبل إلا ما يكب حاله شخصيا بقلب الميات لا يفلي وطناطا شو منتكل على رئيس الجمهورية اللي هبطوب محى الخط وطير لحدود ونزلنا لأمة التنافس تحتها سيدة قائد قيادة دائرة المعارك المسلحة ضروري يعني نسلناها عشرة لحطي وصلى أو بيضلر هن على رئيس نبيه بر اللي رح يغني للعرب حب إيه اللي انت جاي تقول عليه دولتك بهترسيم مش مستنطفين هتوافق بينكن كلكن سوا ومدري مين باعنا بصفقة بده غنية إنما للصبر حدود